الفاصل على فكرة خوض الأهلي لقاء الافتتاح في كاس العالم للأندية ده بما سابت إيه؟ أكيد جزء مهم جدا من التاريخ أنك تلعب افتتاحية كاس العالم طبعا جزء كبير وجزء كبير كمان أن أنت تفوز ده بيسعد الجماهير مش تلعبه بس وتفوز وتفوز طبعا بيسعد الجماهير وبسعد الإعلام بيسعد النهاردة كل جمهور الأهلي العظيم ده بيسعدوا جدا في النهاردة الفوز دي يعني دي في حد ذاتها كمان خل فرق بعد كده بتخاف من نادي الأهلي ودي بتبقى حابقا كويسة جدا في النحل معنوية نحل معنوية النهاردة الفرق اللي هتلعبك بعد كده بتبقى عامل حساب للنادي الأهلي ودي مهمة جدا في تاريخ والقرى المصرية وتاريخ النادي الأهلي كابتن فاتعي هل كنت تتخيل في فترة من الفترات أن تتلاقي بحاجة اسمها كاس عالم للأندية؟ لا بصراحة لا فكرة كانت بعيدة شوية فكرة كانت بعيدة يعني في يامين لما كانت بعيدة الفكرة دي حتى احنا شايفين هيا كابتن بوس المجموعة بتاعة الأهلي يعني الأهلي مع بورتو مع بالمراس مع بالمراس مع انترميامي امام عشور بجوار ميسي ولعبة بورتو وبالمراس اه لا انا بقولك ميسي بقى بس هايزة هايزة اسأل سؤال اتفضل وميسي لسه فيه راونك الجميل ده اه ميسي هو ميسي هو ميسي زي الكريستيانو في السعودية دلوقتي طب ليه رحى امريكا؟ يعني هو حسب القيمة التسواقية حسب العقود حسب الاعلانات القصة مش كورة بس على فكرة مش كورة بس ليها عوامل كتيرة اه عوامل كتيرة فلوس اه طبعا فلوس والعقد والكلام من ده طبعا الناس في السعودية لما تعاقدوا مع كريستيانو رونالدو كان عندهم هدف اساسي ان يكون ميسي موجود فرقة فيها كريستيانو وفرقة فيها ميسي حولوا كتير ولكن كان يبدو ان خلاص البصلة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية اه طبعا الحاجات دي بتبقى تسوقية كلها وبتدي النهاردة بتدي طبعك للجماهير كمان وبتسعد الجماهير وبتخلي الجماهير النهاردة بيجي عشر تلاف النهاردة بيجي لخمسين ألف ستين ألف النهاردة عشان نشغل نجوم العالمين دول انتر ميامي مش بيشارك كبطل انتر ميامي بيشارك كدعوة من الفيفا لان عندها لعب حجم ميسي طبعا عشان يدي رونك يدي رونك يدي رونك للبطولة والدلونك لكاس العالم الأندية برضو ميسي برضو من النجوم العالميين اللي كل الناس بتحبوهم يعني سواء أي جنسية بتحب ميسي لأنه لعيب كويس لعيب ماري كويس لعيب أخلاقه كويس لعيب ليه رؤية لعيب ليه لنهاردة شخصية فيه ملعب كرة القدم فكل الناس بتحب ميسي